الوصول للنطج في الحياة مش حاجة سهلة أبداً يا صديقي والنطج الحقيقي مش إنك عايش في الدنيا قد إيه أو أنجزت قد إيه أو عندك قد إيه أو وصلت لإيه أو حققت إيه إنت ممكن تكون وصلت لحاجات كتير جداً بس للأسف لسه ما وصلتش للنطج لما تفضل تتوجع وتتألم وتحس بالحزن والقصرة على ناس حواليك خزلوك يبقى أنت لسه ما وصلتش للنطج النطج الداخلي يا صديقي إنك مايفريش معاك حاجة ولا يشغلك تفاهات ولا حوارات ولا جدال مع حد عشان تثبت إنك على حق ولما تتظلم وحد يفتري عليك ما تضيعش وقتك معاه في العتاب واللوم على الفاضي ما تشغلش تفكيرك مين بيجذب عليك مين بيحور عليك مين خبيث معاك مين لئيم معاك مين عايز يعرف عنك كل حاجة وهو مش عايز يعرفك عنه حاجة لما توصل لمرحلة إنك تبقى ما بتشغلش بالك بالحاقد والحاسد واللي دوشك في حياتك على الفاضي الناس اللي مايفريش معاها حاجة غير إنها تعرف تفاصيل حياتك ماشية إزاي ويحشروا مناخرهم في حياتك ويركزوا معاك لكن وقت ما تسألهم عن نفسهم هتسمع رشد تطفقروا بس رغم إن حياتهم ماشية بشكل طبيعي جدا بس هم خايفين تعرف إنهم كويسين النطج الحقيقي يا صديقي بقى هو التجاهل تجاهل اللي بيظن فيك غلط الصمت لما تبقى فاهم كل حاجة لما تبقى شايف كل حاجة لما تبقى عارف نوايا اللي قدامك وتسكت هو ده يا صديقي النطج الحقيقي ترجمة نانسي قنقر